عايزة أرجع لدكتور حسين دكتور حسين يعني يمكن في نهاية حديث حضرتك كنت بتكلمني عن حملة حملة مكبرة وحملة شديدة على تقريبا كل الفنادق والمطاعم بتستهدف ايه يا فندم من خلال هذه الحملة لا يا فندم مش حملة لا 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 احنا بنعملش حمالات يا فندم احنا بنعمل رقابة منظمة مش حمالات ايه شكل رقابة منظمة اني لازم كل مؤسسة ما انا هقول لحضرتك اهو لا الرقابة المنظمة لازم يكون فيه خطة معمولة يعني امتي النهاردة مثلا يعني ناخد قطاع اللحوم الحالكم تتكلم عليه هل امتي عمرك شفتي لحوم منقولة في الشارع في عربيات مكشوفة لا ما شفتيش ابدا عمرك ما شفتي لحمة معروضة في اه على العربية مستنقل مثلا لا شفنا ما شفتيش جزار معلق لحمة في الشارع لا طبعا شفنا ما شفتيش جزار بيتبح لحمة بيتبح لحمة في الشارع قدام المحل بتاعهم لا ده ده المشهد الطبيعي يعني شفنا طبعا يا دكتور ده اللي احنا عايزين نغيره فانده اه اه الرقابة يعني طبعا يعني بالنسبة افاند بقى الرقابة لعلى المطاعم والفنادق لو تسمح لي هل احنا بنستهدف كل المطاعم والفنادق والعملية دي اه ازاي بندمنها وإلى اي مدى عملية صعبة لو ندهل ومكلم عن ألفات وألفات مؤلفة من المطاعم ايوه زي ما عملنا في بس زي ما عملنا في المصانع بالضبط لما عملنا المصانع قعدنا الاول عملنا لقاء مع الغرف الصناعية والمصنعين بدأنا نشرح لهم اهمية ان هم يلتزبوا بنظام معين قلنا لهم ايه هو النظام جزء يختص بالعملين جزء بالنظافة الحمامات وجود صابون وجود كل الاشياء اللي تضمن ان العملية التصناعية بتتم بشكل سليم ولا تؤدي الى تلوس الغذاء نفس الحكاية في المطاعم ونفس الحكاية في المحلات الريتيلر اللي هي زي كرفور وزي اولاد رجب وزي كل البقالين وزي كل الناس لازم تكون في ممارسات سليمة داخل المنشأة لما بتيجي مثلا بتتكلمي على حتى محل فولو طعمية الرقابة على طريقة عمل الصلطة والنظافة بتاعتها ومدى احتمال تلوس النواتشاة اللي بتطلع وهلوم مجرد. دكتور حقيقيس لما بتيجي تروحي لمسلا. زيارتها هل مسلا بتاخد شهادة اعتماد اه يعني اه لما بحضراتكم بتروح القتال او فندق او او مطعم هل بتاخد شهادة انه هذا المكان امن او مشابه اتفضل فاني. بالزبط كده. الوقتي يعني احنا قدامنا حلين نمشي فيهم. فقط. حل ان احنا كل ما نلاقي حاجة مش مظبوطة نقفلها. وحل ان احنا نشجع التغيير ثقافة السلامة وان الناس تتحسن. احنا خدنا الاتجاه التاني. ان احنا اللي ينتظم ويبقى كويس نعلنه ونكتب اسمه ونقول ده موجود في القائمة البيضة. يبقى انت عندك كمستهلك عنده القائمة البيضة للمطاعم عنده القائمة البيضة للقطلات. عنده قائمة البيضة للمحلات العامة. عنده قائمة البيضة للمصانع. يبقى في الحالة دي بقى المستهلك مسؤول ان هو يشتري او ما يشتريش من المكان الكويس. لو احنا النهاردة ما احناش راضين يعني مسلا ناخد قطاع بالتحديد قطاع الجزارين مسلا. مش مفروض لحوم تتعلق في الشارع. يبقى لو النهاردة جيت وقلت النهاردة هنغلق الجزارين اللي بتعلق اللحوم في الشارع. يبقى هتقفلي كل الجزارة اللي في مصر. طبعا. هل ده حال؟ طب احنا نعمل ايه يا دكتور يعني انا عايز عرف. فانا نعمل ايه بقى نعمل ايه? هاولك اهو. هنيجي بقى نبتدي بالجزارين اللي هما حينطبقوا عليهم. المطلوب منهم حاجات بسيطة. هم. يعني مش مطلوب منهم تعجيز. لازم تكون حاجات بسيطة تؤدي الى عدم تلوس اللحوم. طب احنا هاتف. طول ما اللحوم متعربة. بدرجات الحرارة. اه اه رسوم او نحط اه اه شكل من اشكال العقوبة اللي ممكن تكون اه غرامات او ما شابه لانه مسألة اللو حضرتك هتحصل. هتحصل. دي الجمهورية كلها اه. بس. بس يا فنم. بس يا فنم. حضرتك النهاردة القانون بتاع المجازر معمول سنة الف تونمية تلاتة وتسعين. هم. فانت عندك ثقافة موجودة للاجيال لخمس اجيال. احنا الجيل الخامس من الثقافة اللي ما بتتغيرش. فانت ما تتوقعيش ان كنت فيهم وليلا هتغيريها. فلو انت بدأت بالعقاب زي ما قلت لحضرتك هتقفل الناس كلها. اه. ده مش الحل. اه. ده مش الحل. فالحل هنا ان احنا يعني انا انا بقولك مستوى الجزارين بصفة عامة في اسكندرية اعلى شوية من القاهرة. مثلا. اه. تروحي بقى تمصل لحد الارياف ما فيش حاجة خالص. اه. لان حتى لا ما بيتباحوش في مجازر. يعني يعني وال والفلاحين نفسهم والمزرعين اللي سكنين في الاماكن دي ما بيفضلوش يشتروا الا من الحاجات اللي بتنتبه في السوق وتتعمل قدامهم. هم. ما اي ما. لان هنا تغيير الثقافة دي. اه. ايوة وحد قال لهم ان ده غلط. لا هنقول لهم. في عندنا جهة مسؤولة عن عن هذه التوعية. طيب. احنا خلينا. ما مش موجودة. النهاردة بقى هي السلامة الغذاء. ايو. فيها ادارة مخصوصة للتوعية وتغيير الثقافة.